ننتقل السيد سيدر إلى صحيفة الصيحة نقرأ منها زيادة تعرفة كهرباء قطاع زراعة الصادر بنسبة ألف في المئة كشف مزارعون عن ارتفاع تكلفة الكهرباء للقطاع الزراعي بنسبة ألف في المئة مبينين أنهم تفاجأوا بارتفاع الكيلو واط من 16 قرشا إلى 1.6 جنيه فيما أكدت مصادر مطلع أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الأول على تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لبعض القطاعات كما قال مزارعون للصيحة أمس فضلوا حجب أسمائهم أنهم قاموا بشراء كهرباء نهار الخميس الماضي بالسعر العادي وعقب عودتهم لشراء كهرباء إضافية وجدوا أن السعر تضعف عشر مرات لافتين إلى أن السعر ارتفع مساء الخميس وشمل القرار تعديل فئات الاستهلاك الزراعي الصادر للمشاريع الكبيرة لتكون الكهرباء فيه بسعر التكلفة ونص على رفع تعريفة الكهرباء للجامعات والمستشفيات الخاصة كما تم تعديل فئات السفارات والمنظمات الأجنبية والاتصالات وأكد القرار على أنه ما عدا ذلك تظل مجمل القطاعات مدعومة ومستمرة أستاذ حيدر قبل أيام ذكر السيد وزير المالية وأيضا مدى السيد رئيس اللجنة الاقتصاد السيد سمان الوسيلة ذكروا أن لا توجهوا للدولة لزيادة ضرائب إضافية في الميزانية الجديدة نرى الآن زيادات كبيرة تصل إلى نسبة ألف المئة نعم نعم هذا هو يعني شوف الحقيقة أنا دار أقول حاجة يعني شوف للمرة الثانية يعني أنا أسأل سؤال في هذا البرنامج وتكون إجابتي عليه قد سبقت بقراءة يعني زاوية الأخل الساد عادي للبازس يعني للمرة الثانية من قبل أنا سئلت سؤالا يعني يعني جاء متأخرا لفقرة قدر الله أن الأسئلة تتكرر نعم ليس نفس السؤال ولكن السؤال الذي أسأله تكون إجابته التي يعني المقلعة بالنسبة لي نعم في زاوية الأستاذ عادي للبازس الإجابة على هذا السؤال والله قد أجاب عليها الأستاذ عادي للبازس في زاويته التي يعني نعم تلوتها قبل قليل يعني فالحكومة تفعل كما ذكرت الحيثية التي ذكرت الحكومة تفعل شيء ونقضه الآن وزارة المالية تفعل شيء ونقضه هي قالت أنه لا زيادات أو رسوم إضافية والآن تقرأ موضوع هذه الزيادات الكبيرة جدا المهولة على الصادرات الزراعية نعم هذا هو شيء ونقضه تماما بل أبعد من ذلك الحكومة تتحدث منذ رفع الجزء إلى العقوبات الأمريكية تتحدث عن أن إنقاذ الاقتصاد السوداني يعني يتم بموضوع رفع الإنتاج والإنتاجية وموضوع تعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات عفوا عن المخاطر هذه هي الإجابة الآن في زاوية الأستاذ نعم نعم أنا أكتفي بها تماما حقيقة يعني بتتحدث عن تعظيم الصادرات هي التي تجلب لك العملات الصعبة فكيف ينافذ هذا الصادر بعد أن ترهق قاهله بمثل هذه الرسوم الكبيرة جدا الكبيرة جدا وأصلا يعاني وأصلا يعاني وأصلا هناك كسات في صادراتنا السودانية فما بالك عندما تسقي الكاهلها بهذه الرسومة سقيلة جدا يعني كيف تنافس يعني وكيف تجلب لك عملة حرة نعم لنبقى أستاذ حيدر في ذات المحور يعني قبل أيام ذكرت الحكومة لا أريد تكرار السؤال ولكن أريد أن أسأل سؤال آخر لماذا ما هو السبب في هذا التخبط ما هو السبب في هذا التناقض ربما الواضح جدا والله هذا السؤال يعني حقيقة محير جدا أنا شخصيا لا أملك له إجابة ولكن على كل حال الطاقم الاقتصادي الذي يقوم على شأن الاقتصاد سواء كان في النواحي المالية أو النقدية يعني يعني يحتاج إلى أن يراجع يعني بشكل أكبر وأعمق وأوسع من الذي يفعله الآن يعني سواء كان في مجالات سياسات المالية أو سياسات النقدية لنحاول تحليل هذا الخبر تحديدا ونتجاوز مسألة التناقض هذه يعني زيادة تعريفة كهرباء قطاع زراعة الصادر بالنسبة تصل إلى ألف المئة ألا يتنافى ذلك مع تحفيز الصادر؟ أكيد ما هذا ما ذكرناه نعم نعم هو فعل شيء ونقضه هي أعلنت أنها تحتاج إلى تحفيز الصادر وثم يعني تتخذ سياسة منافية منافية لهذا هذا هو عين التناقض نعم فلا يمكن أن يتم تحفيز لكن على كل حال يبدو لي أن إدارة الكهرباء قد وجدت نفسها في مأزق نعم مأزق تريد أن ترفع يعني 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 فاتورة الكهرباء ولم تجد يعني وجدت أن الصادرات الزراعية هي الحيطة القصيرة يعني لا يمكنها أن يعني يعني تزيد فاتورة القطاع السكني أو القطاع الصناعي يعني هذه القطاعات يعني أمر زيادة فيها حساس جدا ولهذا يبدو لي أن الحيطة القصيرة كانت بالنسبة لها الصادرات الزراعية باعتبار أن هؤلاء المصدرين والذين يعني يقومون على أمر المشاريع الزراعية الكبيرة الضخمة يمكن أن يتحملوا هذه الزيادة لكن على كل حال هي قد لو أنقذت إدارة الكهرباء من أن تزيد فاتورة قطاعات أخرى منها القطاع السكني والقطاع الصناعي لكنها أيضا قد يعني تتسبب في إفرازات سالبة كبيرة جدا على الصادرات السودانية أستاذ حدر يذهب البعض أن المشكلة الاقتصادية في سودان هي مشكلة ربما تجاوز المشكلات الصمت عليها يعني نقرأ في فحوة هذا الخبر الذي ورد في زميل الصحيفة صحيفة الصحيفة يعني أن المزارعين الذين تحدثوا إلى الصحيفة فضلوا حجب أسمائهم أنهم قاموا لم يتحدثوا بحديث خطير يعني أما تحدثوا أنهم ذهبوا لشراء الكهرباء لأكثر من عشر مرات يتضاعف السعر في كل مرة فضلوا حجب أسمائهم لنقف عند هذه الحادثة يعني لماذا يفضل المزارع حجب إسمه في حالة مثل هذه يعني في دولة أخرى ربما يذهب الشخص لأن هذا الأمر يمسه بشكل مباشر يذهب إلى القضاء يذهب إلى الإعلام ويصرح بما رأى لماذا الخوف؟ نعم نعم ماذا يدخل في يعني في إطار ما ظل الناس يتحدثون عنه موضوع الفريات العامة وهو يخشى يعني الحرية الحريات أن تعمى الحريات وتسود الحريات وأن تكون هناك شفافية موضوع شفافية واضحة والمحاسبية الشفافية والمحاسبية هذه القيم التي ظل الناس يتحدثون عنها ويطالبون عنها غائبة حتى الآن وهذا أحد الأسباب التي دعت هؤلاء المزارعين يتخوفون من إعلان أسمائهم ونشر أسمائهم ربما تعود عليهم بما لا يرغبون وما لا يحمل ربما يمنعوا من التمويل ربما يتم استدعاءهم بواسطة السلطات ويتم التحقيق معهم وربما يتم احتجازهم كل ذلك وارد ولهذا أثروا أن يحجبوا هوياتهم أثروا السلطة نعم